السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء سنقول ثانوي اهلا ومرحبا بكم يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة مراجعة على دروس الادب للفصل الدراسي التاني. هنتكلم عن الادب في العصر العباسي ونهضة الشعر في العصر الحديث وتطور الشعر المعاصر. تعالوا مع بعض نبدأ المراجعة. عندنا اول حاجة في الادب بنتكلم عن العصر العباسي. عن الدولة العباسية. بنحتاج نعرف هنا في الدرس ده. متى قامت الدولة العباسية؟ وايه نتيجة ده? عارفين ότι الدولة العباسية قامت سنة مية وتلاتين هجرية. امتا بعد ما نجحت ثورة ابو مسلم الخرساني? يبقى النتائج اللي ترتبط على ثورة ابو مسلم الخرساني قيام الدولة العباسية. وايه اللي ترتب على ده برضو? ان تنقلت الخلافة من دماشق الى بغداد. وايه اللي ترتب على نقل الخلافة من دماشق لبغداد? التأثر بالحضارة الفريسية طيب تعالوا نتكلم عن التأثر بالحضارة الفريسية في مظاهر للتأثر ده مظاهر اجتماعيا ودينيا يبقى تأثر العرب بالحضارة الفريسية اجتماعيا ببناء القصور اللي شيطها الخلافاء العباسيون وتقليد العرب للفرس في الطعام والشراب واللبس طيب دينيا برضو من مظاهر تأثر العرب بالحضارة الفريسية دينيا انتشار دعوات دينية غريبة زي الزردشتية المنوية المزدكية وظهور الزنداقة والزنداقة اللي هي التحلل الديني والخلقي وشيوع المجون بس ده ما كانش على عامة الشعب ده كان بيقتصر على فئات وطبقات محدودة فلما يجيب لك اي بيت شاعر وفيه كلمة من الثلاثة الزردشتية المنوية المزدكية الكلمة دي بتدل على ايه بتدل على انتشار دعوات دينية غريبة وظهور الزنداقة وتأسر العرب دينيا بالحضارة الفارسية وزي ما ظهرت الزنداقة وشاع المجون كان في دعوة مضادة ايه الدعوة دي كانت دعوة للزهد ودي كانت رد فعلي للمجون والزنداقة وظهر علم الكلام وعلم الكلام بيستخدم المنطق والجدل للدفاع عن الدين وظهر بسبب الجدل ما بين المسلمين واصحاب الملل والمزاهب الاخرى ومين اللي تزعم الرد او يجي يقولك ايه دور المعتزلة دور المعتزلة هو الرد على الديانات الاخرى وازدهر العصر العباسي بثقافات الامم الاخرى من خلال الترجمة وهضم تلك الثقافات ففي العصر العباسي كان فيه ثقافة دينية ايه بقى مظاهر ازدهار الثقافة الدينية تفسير الكرآن الكريم واعرابي الاهتمام بعلم الحديث وروات الحديث ظهور كتب الصحاح صحاح البخاري وصحاح مسلم ظهور المزاهب الفقهية الاربعة كل ده مظاهر لازدهار الثقافة الدينية وزي ما كان فيه ازدهار للثقافة الدينية كان فيه برضو نهضة لغوية وادبية والدليل على ذلك ان ظهر في البصرة والكوفة مذهبان لغويان بيهتموا بالتأصيل للدراسات النحوية واللغوية وظاهرت مزاهب ادبية متنوعة في الشعر والناثر وكان فيه اغراض شعرية تعددت الاغراض الشعرية بظهور الجديد وتجدد الناصر وفيه تنوع ما بين الخطابة والكتابة كل ده بيأكد لنا النهضة اللغوية والادبية وكان فيه حركة تدوين في العصر العباسي ايه العلوم اللي دونت علوم الاوائل وزي ما كان فيه حركة تدوين كان فيه حركة ترجمة وحركة الترجمة دي اسهمت في نقل العلوم المختلفة من العربية والى اللغة العربية وعندنا هارون الرشيد هو اللي اسس دار الحكمة في بغداد ومن اللي نمها من بعد ابنه الخليفة المأمونة طيب تعالوا بقى نتكلم عن سمات الشعر في العصر العباسي سمات الشعر من حيث الاغراض كان فيه اغراض قديمة والطورت وفيه اغراض جديدة الاغراض الاديمة اللي اتطورت زي الماتح والهجاء والغزل والاعتذار والرفاء والفخر كل الاغراض دي كانت قديمة والطورت وتم استحداث اغراض شعرية جديدة نتيجة للتطور اللي حصل زي ايه الاغراض الجديدة الوصف وصف الدور والقصور وصف الحضائق وصف البرك والنوفير وصف الطبيعة وصف مجالس اللهو دي سمات الشعر من حيث الاغراض ومن حيث الصور والمعاني انها اتجهت الى العمق فبقى الخيال معقد بعد ما كان بسيط وبقى الشعراء بيميلوا الى الصنعة بالتفنن في الصور والمعاني ونحوا العاطفة جانبا وسمات الشعر من حيث الالفاظ كانت سهلة مالت الى السهولة وبرضو العصر العباسي كان له تأثير على الادب في الموضوع الشعري في الاغراض فعندنا وصف العباسيين اختلف عن الوصف قديما وبرضو الهجاء والاعتذار وعندنا برضو مثال على الاعتذار اختلاف الاعتذار في العصر العباسي عن الاعتذار قديما ان قديما كان النبيغة بيعتذر بعد تهديد النعمان له بيقوله فلا تتركني بالوعيد كأنني الى الناس مطلي بهلقاره اجربه بيشبه نفسه بالناقة بالجمل الاجرب اللي الناس خايفة منه وبتبعد بعيد عنه انما في العصر العباسي الفكر تغير استخدم لغة بسيطة فاهمها الناس فبيعتذر ابو نواس بلغة سهلة بيقول بك استجيره من الرادة واعوذ من سطوات بأسك يبقى برضو الوصف والهجاء والاعتذار اتغير عن القديم لما نيجي نتكلم بقى عن الاسلوب الجديد اللي ظهر في العصر العباسي ده كان بيعتمد على التزاوج ما بين الفكر والمعاني وشيوع طرف الحياة ونتج عنده رقة اللغة واستخدام اغراض شعرية جديدة وتطوير الموضوعات القديمة تعالوا بقى نتكلم عن الناسر برضو في العصر العباسي احنا عارفين ان الادب اصدهر في عصر الدولات ونتيجة لضعف الخلافة العباسية كانت ضعيفة استقلت كثير من الدول زي الدولة الايوبية في مصر استقلت بسبب ضعف الخلافة العباسية انما الادب اصدهر واصدهر ليه لانهم جنوا ثمار النهضة من اللي سبقوهم نتيجة اصدهار من سبقوهم وده ادى الى ظهور الكتاب ودوان الرسائل كتاب زي مين زي العماد الاصفهاني ده اشهر الكتاب وبينتمل دوان الرسائل فعهد صلاح الدين يبقى عرفنا ان الادب اصدهر وجنى الكتاب ثمار النهضة ممن سبقوهم وكان في نوع من النسر اسمه الرسائل الوصفية الرسائل الوصفية دي برضو نوع من النسر بيعبر فيه الكاتب عن نفسه احسيسه مشاعره مواقفه تجربه فهي تعبير عن ذات كاتبها وخصائص الرسائل الوصفية ان هي برضو التأثر بالقرآن الكريم استخدام المحسنات البديعية الاعتماد على الاسلوب الخابري وثمات النسر عامة في العصر العباسي الفاظ سهلة سهلة الالفاظ وضوح المعاني والفكر كسرة المحسنات كثرة الاسليب الخبرية قسر الجمل والفقرات والتأثر بالقرآن الكريم نتكلم بقى عن نهضة الشعر في العصر الحديث اللي هي المدرسة الكلاسيكية اول حاجة بنتعرف على حال الادب ان الادب اتصاب بالضعف وخاصة الشعر اتصاب بالضعف والركاكة والتراجع بسبب انتشار اللغة التركية وان هي بقت بتنازع بتنافس اللغة العربية في المكانة فكان هنا دور محمود سامي البارودي عمل ايه اعاد للشعر مكانته عمل ايه قام بثورة فنية لعودة الشعر ايه بقى خصائص الشعر بتاع محمود سامي البارودي رصانة العبارة قوة الالفاظ متانة الاسلوب صفاء الخيال شرف المعاني جذالة التركيب كل ده علشان يعيد للشعر العربي مكانته طيب ايه موقف البرودي من كبار الشعراء الكدماء كان بيجاري بعض الشعراء وكان بيعارض بعضهم المعارضة هنا لها المعارضة الشعرية ويعني المعارضة الشعرية يعني الشعر كان بيختار قصيدة مشهورة قديمة وبينسج قصيدة على منوالها على شكلها بيلتزم بنفس الوزن وبنفس القفية وده اللي كان برضو بيعمله احمد شوك اللي هو المعارضة الشعرية وعلشان يرجع برضو للشعر العربي مكانته محمود سامي البرودي اسس مدرسة الاحياء والبعث وليه سميت بهذا الاسم ليه تسمت مدرسة الاحياء والبعث لانها احيت الشعر وبعثته من مرقدي يبقى مدرسة الاحياء والبعث دي اللي مأسسها محمود سامي البرودي وتلاميذ محمود سامي البرودي في مصر زي احمد شوقي وحافظ ابراهيم واسمعيل صبري وعائشة طيمورية ومحمد عبد المطلب واحمد محرم. وفي العراق زي رضا الشبيبي وعبد المحسن القزمي والرصافي والزهاوي. وفي سوريا شكيب راسلان. نعرف برضو اسمائهم تلاميذ البرودي كان عندهم دوافع للتغيير. ايه دوافعهم للتغيير? اول حاجة ايمانهم بالتغيير والتطوير. حب اللغة العربية والحرص على بقائها. خفهم على التراث العربي. فتلاميذ البرودي اسسوا مدرسة جديدة. المدرسة الكلاسيكية الجديدة. ومن زعيمها? احمد شوقي. وايه سمائة المدرسة الكلاسيكية الجديدة? اهتموا بالنحية البيانية. دقة الصياغة. روعة التصوير. ابتكار المعاني. جمال الموسيقى. المواءمة ما بين التراث العربي. وما بين العصر الحديث اللي عايشين فيه. استمدوا خدوا الشاكل من القديم. وربطوا المضمون باحداث العصر زي حدث الدنشواي. وايه مظاهر التجديد اللي قام بيها احمد شوقي العدول عن المديح الى حد ما. واتجه لوصف المخترعات الحديثة. والتاريخ زي قصيدة كبار الحوادث في ودي النيل. واحنا عرفنا برضو ان الشعراء في المدرسة الكلاسيكية الجديدة لم يتخلوا عن القديم كلية. والدليل ان حافظ ابراهيم بدأ بالغزل في القصيدة اللي كتبها كان بيمدح البرودي بيقول له تعمدت قتلي في الهوى وتعمدة. ممكن يبدأ القصيدة بالغزل. وممكن برضو بيتخلى عن المقدمة. وبيبدأ القصيدة على طول في قصيدة مصر تتحدث عن نفسها. بدأ على طوله بيقول وقف الخلق ينظرونا جميعا. يعني هنا اللي احنا عايزين نعرفه ان الشعراء في المدرسة الكلاسيكية الجديدة لم يتخلوا عن القديم كلية. تعالوا بقى نتكلم عن الشعر المعاصر. المدرسة الواقعية. اول حاجة بنعرفها الاسماء. اسماء الشعر المعاصر. ليه اسماء تانية الشعر المعاصر? اه الشعر الحديث? الشعر المرسل? الشعر الحر? شعر التفعيلة? وامتى اتجه الشعراء للواقع? اللي هي المدرسة الواقعية? امتى اتجه الشعراء الى الواقع? بعد الحرب العالمية التانية? طيب ولماذا? علشان يتخلصوا من نظام القصيدة وقيودها. ايه بقى نظام القصيدة? القيود اللي تخلصوا منها نظام القصيدة اللي كان موجود عند مدارس الدوان وابوله والمهاجر? كل ده كان بيدوروا بيبحثوا عن اطار جديد للقصيدة. بيناسب الواقع الجديد. ايه بقى القيود اللي تخرروا منها? تخرروا من القيود اللي كانت مفروضة على الشعر منذ القدم. القيود اللي فرضها عليهم من سبقوهم. ايه القيود? الوزن. لازم الشعر يكون على وزن. القافية. اللي هي اخر حرف في البيت. القافية الموحدة. والنظام الاشطر ان البيت بيكون شطرين. الشطر الاول والشطر التاني. يبقى هما تحرروا من كل القيود دي. واين ظهرت ملامح تحول وتطور الشعر? ظهرت فين? في مصر وسوريا والعراق وتونس. ومن رائدة الشعر الجديد نازك الملائكة. وكيف اكدت ريادتها? اكدت بالقصيدة اللي كتبتها. قصيدة الكوليرا اللي بتقول في اولها سكن الليلو. ونازك الملائكة كتبت في مقدمة دوانها اللي بعنوان شزايا ورماد. وتكلمت عن هذا اللون من الشعر. الشعر المعاصر. نتكلم بقى عن سمات الشعر الجديد. وقبل ما نتكلم عن سمات الشعر الجديد برضو تراجع على شعراء الجلي الاول والجلي التاني. الجيل الاول في مصر عبد الرachمن الشرقاوي وصلاح عبدالصابور واحمد عبدالمعطح جازي. وفي الجيل التاني محمد ابراهيم ابوسنة. محمد عفيفي مطر. امل دنقل. ملك عبدالعزيز. فاروق شوشة عبدو بدوي وتراجع برضو الأسماء في مصر والعراق ولبنان وبقية الدول تعالوا بقى نتكلم عن سمات الشعر الجديد من حيث المضمون والموضوع الشعر المعاصر اتجه للحياة العامة بدأ يتكلم عن هموم الناس بدأ يحس بالواقع ويعبر عنه فالتجربة الشعرية بجانب العاطفة والخيال بدأ يتكلم عن موقف الإنسان من الكون والتاريخ قضايا الوطن والتراث ده من حيث المضمون والموضوع إنما من حيث البناء الشعري استخدموا اللغة الحية اللغة البسيطة اللغة العامية وكمان وصل بيهم إنه هم استخدموها عنوين للدووين واهتموا بالصورة والرمز والأسطورة واعتبروا إن القصيدة ضوحدة موضوعية بتضم الفكر والمعاني والعاطفة والصور والموسيقى دي بناء تام وسمات الشعر المعاصر برضو من حيث الموسيقى اعتمد في الموسيقى على إيه؟ على التفعيلة يبقى الموسيقى بتعتمد على التفعيلة وعلى تنوع القافية القافية المتنوعة وقلنا التفعيلة هي وحدة موسيقية بتتكرر دون ارتباط بكم محدد لعددها في كل الأبيات وبكده يبقى احنا برضو عملنا مراجعة سريعة على الأدب اللي موجود عندنا في الترمي التاني بتمنى يكون قدرت أفيدكم ولو بجزء بسيط بشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة